الفيروسات اللي هي بتصيب الأطفال بتصيب جهاز التنفس بتاعها لها طريقين أول حاجة يا أما الطفل أو المصاب بياخد الفيروس عن طريق الفم أو الأنف وده اللي هي الإصابة المباشرة طب ده ممكن يحصل إزاي أنا مثلا في مكان طفل مريض وعطس أو شخص مريض وعطس أو كح فالرزاز اللي خرج أو حتى ممكن وجخص بيتكلم طبيعته بيطلع رزاز كتير الرزاز بيعفل هوا لبضع دقائق لو أنا مشيت وأنا بتكلم أو بتنفس حتى والفيروس ده دخل عن طريق الأنف أو الفم فهو كده بقى في جسمي ده زي نفس فكرة الكورونا يعني بالزبط مع الكورونا ده الفيروس جهاز تنفسي دي الطريقة الأولى الطريقة الثانية أن أنا أخذ الفيروس ده مباشرة عن طريق الإيد ودخله أنا عن طريق الفم أو الأنف طب ده ممكن يحصل إزاي أنا موجود في كلاس موجود إحنا قاعدين جروب على تيبل كلنا مثلا في اجتماع في حاجة وحصل إن حد كح أو عطس أو مصاب بالفيروس وخرج الفيروس ده بقى موجود على السطح دلوقتي الفيروس ده بيبقى ليه قدرة أنه يقدر يفضل حي على الأسطح لمدة يعني توصل لتنشر ساعة فأنا لو خلاص أخذت الفيروس ده وبقى بقيت حامل لي في خلالتنشر ساعة لو دخل جسمي بينشط يعني يستحسن نرجع الأيام دي للمطهرات بقى ده إحنا في حاجات كتير رقم واحد والكحول والكلام طبعا رقم واحد النظافة الشخصية وغسيل الأيدي الفيروس ده لو أنا خدته على إيدي وغسلت إيدي من 30 ثانية لـ 50 ثانية خلاص كده الفيروس ده مات لو أنا لابس ماسك وماشي حتى لو في مكان في الفيروس فهو مش هيقدر أنه يدخل عن طريق الفم أو الأنف زي طبعا الحاجات الخاصة بالوقاية زي أن احنا لو في كتز آيريا في منطقة ألعاب أطفال مفروض أن احنا بنتهر وبننظف منطقة الألعاب دي أكتر من مرة مفروض أن احنا بنهتم بصحة الطفل وبنهتم بالتغذية الصحية بتاعته النوم الكافليم ومارسة الرياضة بنحاول نتجنب أنه يصاب أصلا طيب لو ما فيش ضرورة أن احنا نخرج في أماكن مزدحمة بلاش نخرج في أماكن مزدحمة بنتجنب الأماكن المغلقة لو إحنا شكين أن في مكان في طفل مصاب أو حد مصاب بنفتح الشبابيك بنهول مكان التهوية الجيدة كل دي بتقينا من أن الفيروس يتنقل لنا حاجة برضو دكتور ركزت على فكرة التغذية الكويسة طبعا خاصة فصل الشتة أن احنا بنهتم بالأكلات لأن الأطفال أحيانا بتغلب أهليهم في فكرة الأكل ده الطبيعي ده الطبيعي عند الأطفال في أي أكل احنا بنبقى أسكيف أن احنا نهتم بالأكلات الخاصة بالموسم يعني احنا في موسم الشتة والخريف بنهتم أكتر حاجة بالفيتامين سي عشان خاطر نقوم مناعة الأطفال ضد أدوار البرد وأدوار الإنفلوانزا طيب الفيروس سي الفيتامين سي ده موجود في إيه بيبقى موجود في الخضار وموجود في الفكهة موجود في الفكهة زي اللامون زي البرتقان زي اليوسفي زي الجوافة زي الفراولان يقولوا الجوافة هي أعلى حاجة في الفكهة أكتر بالبرتقان كمانا مش هنخلي الطفل يمسك في حاجة ويسيب حاجة هنخليه بقى ياخد كل حاجة هنخليه ياخد كل حاجة البنجا والكيو والبطيخ كل ده فيه برضو الخضروات الفلفل الألوان الفلفل الأحمر البطاطس البروكلي البقدونس الطماطم كل ده فيه فيتامين سي وبرضو ما ننساش عنصر الزينك عنصر الزينك مهم جدا في تقوية المناعة نفسها المناعة نفسها عنصر الزينك ده موجود بيبقى موجود في شراب الكاكاو بيبقى موجود في الشكولاتة بيبقى موجود للكبار في شراب الجنزبيل بيبقى موجود في المكسرات والفيلو السيداني في اللحوم الحامرة اللحوم كلها فيتامين بيبقى موجودة في أمصر الزنك يعني إن جنرال كده التغذية الصحية عامة من خضروات وفكهة وشرب ومية كتير وعصائر فرش ونتجنب الأكل اللي برة هي دي تقريبا الرشدة الزهبية إن احنا نقي أطفالنا من أدوار البرد أو أمراض الجاز التنافسي أو الأمراض عامة طيب طرق الوقاية دكتور بشكل محدد تمام من هذه الفيروسات طرق الوقاية بشكل محدد